السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كلمة حسنا وحسنا كلمتان يصح أن نقرأ بهما في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن ضمن قواعد وأصول القارئ الذي قرأ بهذه الكلمة أو بتلك فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني وقولوا للناس حسنا فتصبح يصبح المعنى على القراءتين قولوا للناس القول الحسن بالأسلوب الحسن فينبغي أن نجمع بين القول الحسن وبين الأسلوب والطريقة الحسنة التي نوصل بها هذا القول الحسن نستفيد من هذه الآية الكريمة أن على الإنسان أن يضبط أقواله وأن تكون أقواله كلها حسنة فلا يصدر منك أيها الإنسان إلا كل كلام طيب واعلم أن كلامك الطيب صدقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقه وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تساعوهم بأخلاقكم ورحم الله من قال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال وقال الآخر البر يا أخي شيء هين وجه طليق ولسان لين وقال الثالث أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان اللهم هدنا لأحسن الأقوال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت والسلام عليكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين